جديدة من الشرق للأخبار أهلا بكم تراقب سلطات الأمن القومي الأمريكية سفينتين إيرانيتين يعتقد أنهما تتجهان إلى فنزويلا في خطوة استفزازية إيرانية جديدة يمكن أن تزيد من توطر العلاقات بين واشنطن وتهران نقل موقع بوليتيكو عن ثلاثة أشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن فرقاطة إيرانية ونقلة نفت سابقة تم تحويلها إلى قاعدة عائمة تتجهان جنوبا على طول الساحل الشرقي لإفريقيا ويرجح أنهما قد تتجهان إلى فنزويلا ثلاثة مصادر مطلعة أكدت لمجلة بوليتيكو أن سلطات الأمن القومي الأمريكية تراقب سفينتين تابعتين للبحرية الإيرانية مرجحين أن تكون فنزويلا وجهتهما الأخيرة وذلك في أحدث خطوة استفزازية بحسب وصف المجلة المصادر أشارت إلى أنه على الرغم من أن حمولة السفينتين مجهولة إلا أن المسؤولين الأمريكيين لا يعرفون وجهة السفينتين لكنهم يعتقدون أنها قد تتجه في النهاية إلى فنزويلا خاصة وأن فرقاطة إيرانية وناقلة نفت سابقة وهي مكران تم تحويلها إلى قاعدة انطلاق عائمة تتجهان جنوبا على طول الساحل الشرقي لإفريقيا المصدر أضاف وفقاً لبوليتيكو أن وجود سفن حربية إيرانية سيمثل تحدياً للسلطة الأمريكية في المنطقة ومن المرجح أن يؤجج الجدل في واشنطن حول قرار الرئيس جو بايدن بأعادة فتح المفاوضات مع طهران بوليتيكو أوردت أن مسؤولين كبار في حكومة الرئيس نوكولاس مادورو في كاركاس قالوا له أن الترحيب بالسفن الحربية الإيرانية سيكون خطأ لكن ليس من الواضح ما إذا كان مادورو قد استجاب لذلك التحذير